ينبغي لمنابر المساجد ولأحاديث المساجد أن تظل تتجنب ينبغي أن يكون هناك حديث صريح فيه لكنه حديث ينبغي أن يكون مؤسسا ومؤصلا واضح هناك مقولة قالها أحدهم أن الإسلام لم يأتي بالرقي ولم يأتي من أجل الرقي وإلى هذا الحد كلامه صحيح نحن ندرك أن هناك أحكاما في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الاسترقام ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كان في عهدهم رقيق هذا لا يستطيع مسلم عارف بالإسلام أن ينكره لكن الخلافة يبدو بتاء حين يظن البعض أن هذا الرقة وممارسته جزء من الدين ينبغي أن تستمر معه في كل حال وفي كل معاني وبين من يعتبر هذا الرقة حدث قبل الإسلام فأتى الإسلام فسن له من الأحكام ما يهذبه في فترة أجوده ومن الأحكام ما يجفف منابعه انتظارا لعدم أجوده هذا بينه فرق تماما بين الأطروحة فإذا كان جزء من الدين الجزء من الشيء جزء من ماهيته ولا يتصور اكتماله دونه ونحن نعتقد أن أي فرد أو مجتمع يستطيع أن يعبد الله ويحسن العبادة ويتقرب إليه زلفاء ويدخل الجنة إن شاء الله دون أن يرى رقيقا أو يملك رقيق سوف أفصل إذن هذه المسألة ضروري جدا أن ينتبه لها لننتبه نطرح سؤال في البداية هل يعقل أن دينا أو حضارة أو فلسفة أو فكرا يحارب جزءا منه لا يعقل نحن سنجد الإسلام قد أتى والرق شائع منتشر بين الناس وبدأت الأحكام الشرعية المتعلقة به تغلق الأبواب المنشئة للرقي المنشئة له من جديد كان الإنسان يسترق بسبب الجريمة بسبب الدين ظاهرة بيع الأحرار كثير من الأسباب كان مداخل لي فجاء الإسلام وفأغلق هذه الأبواب المنشئة للرقي من جديد ووجدناه ترك خيارا من أربعة خيارات إثنان منها وردها في القرآن فإما منن بعده وإما فداء بالنسبة لأسرى الحرب ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة وهذا أمر مهم الإمام القرآة في كتابه الإحكام يوضح أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصدره إما بصفة الرسالة وبصفة الفتية وبصفة القضاء وبصفة الإمامة قتل واسترق فأصبحت الخيارات أربع المن والفداء والقتل والاسترقاء بالنسبة لأسرى الحرب إذا وجدنا الإسلام أغلق الأبواب المنشئة ترك خيارا من أربعة خيارات إثنان منها وردها في الوحي نصا وإثنان صدرها للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة وهذا ما استقر عند العلماء بالمناسبة وهو إجماع العلماء أن الولي أمر المسلمين يتصرف في أسرى الحرب بمقتضى المصلحة من أو فداء قاتل أو استرقاء وجدنا الإسلام من ناحية أخرى فتح أبوابا بلا هدود بعض أهل العلمي توقف عند ظاهرة كتاب العتق في كتب الحديث قال عنه غالبه يجبر كتاب الرق في كتب الحديث يغير وجد كتاب العتق قال النووي في شرح مسلم قال أهل اللغة العتق هو الحرية فباطح نتكلم عن الحرية فتح أبواب العتق ورغب فيه يغلق هذا الدين أبواب ما يحب أن ينتشر ويرغب في الأبواب الملغية له المكثرة من العتق حتى بلغ عتق الهازلي لا أحد يردح بعض أجازه شرعا يعني يقول عبده عنه حر يصبحه حرا عتق الهازل معروف عند الفقه طيب ما معنى هذا؟ هذا الدين يغلق الأبواب يفتح أبواب العتق يرغب فيه كل أشكال الترغيب إذن ممارسة الرق ليست مقصدا شرعيا ليست هدفا شرعيا وهذا لا يناقض ما أقررناه في البداية من أن القرآن تحدث عن الموضوع والسنة تحدثت عنه وهناك أحكام شرعية تتعلق به إذا كان موجود فعلا يستغرب البعض لماذا بقي الاسترقاق الرق في تاريخ المسلمين ومع هذه القواعد والتوجيهات نحن نعلم أن الأمة قد انحرفت انحرفت عن كثير من مقتضيات الدين وكان من مظاهر انحرافها التوسع في الاسترقاق بناء على ثقافة المجتمعات التقليدية التي كانت جزءا من الأمة ولكنه لا يعبر عن الدين وتوجهاته ومقاصده هذا الشعور بأن الفلسفة الإسلامية في التعامل مع الرقيق تقوم على المعاملة للتكيف والتجفيف للإنهاء وما كانوا يبتطوا وكان يعدلهم ذاك كامل تغيرت المعاملة لا تقول عبدية ومتي وقل فتايا وفتاتي إذا عاد عندك مركوب أنت هو لا يتم تتراوخه عليه تطعمه مما تطعم وتسقيه مما تشرب تلبسه مما تلبس تغيير المعاملة حتى يرقى إلى مستوى الإساني ثم جاء أنه كفارة القتل الخطأ تحرير الرقبة بعض أهل العلم قال كأن المعنى هنا أن إخراج فرد من عالم الأحياء يقابله إدخال فرد في عالم الأحراب فرق موت والحرية حياة سنجد سبحان الله هذا المعنى التواصل المتواصل اسمحني لا ليس هذا المعنى سنجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث يشتهر بين الناس العنصر المتعلق بالجاري منهم لكن سبحان الله العنصر الآخر وقد صحيح وقد تتبع ذلك بتفصيل البيهق في السنن لا ليس متداولا بين الناس ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه يورذ وما زال يوصيني بالمملك حتى ظننت أنه يضرب له أجلا إذا بلغه عتا شعور نبوي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مؤقت طارئ ليس أصلا من أصول الدين أصل الدين هو الحرية وأصل الدين هو أن يعيش الناس في المجتمع أحرارا متساوين في الدين ولذلك سبحان الله هو يغتفع بالإنسان يغتفع هذا الدين كبير جدا تتذكرون قصة بلال رضي الله عنه وأخوه حينما قدم على أسرة من الأنصار يغطبان عند هذه الأسرة وهذا يقعد واعر على المجتمعات التقليدية ونحن نعرف ذلك جاءوا خاطبين عندهم بلال وخوه قال لهم هذا أنا بلا وهذا أخي كنا عبديني فحررنا الله وكنا فقيريني فأغنان الله إلى قبلتوا لندوروا فلكم الشكر وإلى ما قبلتوا فلكم العذر هناك درجة من السمو قالوا والله لا نردكما أبدا نعرف عن خالق بعض الناس هون اللي قطعنا عنه بعد فوق الأنصار يجد يعود ما زال يرفض لهذه الاعتبارات الاجتماعية وذاك حديث آخر ممين معين على كل حال على كل حال الخلاصة في هذا الموضوع أنه فعلا وهذا مهم جدا لا ينبغي أن نقبل أنه تقاد معارك وصراعات للدفاع عن أمر ليس من أصول الدين ولا من أجزاء الدين هناك أحكام تتعلق به صح هناك حوادث تاريخية تتعلق به نتفهمها في سياقها تماما وليس من أهدافنا ولا من مبتغانا تشكيك في علماء هذا البلد أو دعاته أو صالحه أو سلفي تلك أمة قد خلت لغاية نتحدث عن واقعنا اليوم نملك في الإسلام ما يعطينا قاعدة فكرية وعلمية يكون التحرير فيها والمساواة باسم الإسلام وهناك أمر في غاية الأهمية الناس تحب دينها والناس يحبون حريتهم فإذا اجتمع الدين والحرية وهو ما ينبغي أن نركز عليه ارتاح الناس لكن لا ينبغي أن نضع الناس في عنت بالدفاع عن أمور لم يعود من الوارد الدفاع عنها وأن نفرق كما يقول بعضهم بين الدين والتدين أي بين الأصول الشرعية وبين ممارسة المسلمين في التاريخ قد تكون مستجمة مع الأصول وقد تكون غير مستجمة وفي ذلك درجات ومستويات خلاصة القول إخواني وقد أطلت في هذا التقديم أن موضوع الحرية يحتاج إلى أضوح في الأصول وفي المنطلقات وأن نسمو بإخواننا وأهلنا ودعاتنا حتى يعطوا لهذا المعنى مكانته في الدعوة والطرح والتفكير وأن ندرك أن الدين وشأنه في ذلك شأن كثير من المناهج والحضارات الأخرى يقيد هذه الحرية وأنه على رأس هذا التقييد ما سميته بالأمن الديني مع اعتبارات الأمن الأخرى لكن تقييدا محدودا لمصلحة عامة دينية أو دونيوية ليس كانتهاك لهذه الحرية بكل حجة وبكل سبب كما يفعل بعض الناس وأن هذه الحملة اليوم التي تستهدف الإسلام والحرية في كثير من بلداننا تقتضي أن يرفع دعاة الإسلام شعار الحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر